لم يبقى سوى اسمائهم وصورهم التي رفعت في الدكرى السنوية الأولى لمقتلهم إثرى تحطم الطائرة الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني المسؤولون عن الحادث يجب أن يسجنوا ويدفعوا ثمن فعلتهم أقول لهم كفى رجاءً نريد إجابة ورغم الإغلاق الشامل الذي تشهده تورنتو بسبب كورونا ألا أن الحكومة منحت أسر الضحايا التصريح للتظاهر لأهمية الحدث وأثره البالغ كحكومة ملتزمون بضمان كشف الحقيقة وهذا ما يستحقه هؤلاء لضحاياهم لن نتراجع أبداً يجب أن تظهر الحقيقة كاملة وبشفافية وأن تتحقق العدالة وسنظل ملتزمين بذلك لغاية تحقيقها ساروا في شوارع تورنتو حاملين صور أحبائهم لإيصال رسالتهم التي تقول لازلنا نبحث عن العدالة نشكر المجتمع الكندي الذي يدعمنا في جريمة القتل التي ارتكبت بحق الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني عام مرة على سقوط الطائرة الأوكرانية ولا يزال أسر الضحايا ينتظرون كشف الحقيقة ويرفضون اعتبار الحادث على أنه خطأ بشري رفاه السعد العربية تورنتو ترجمة نانسي قنقر